ام هبة ايوه السلام عليكم عليكم السلام فضال لو سمحت انا جزي متوفي واسناء ما توفى كان هو مركب طاقم في بقم فساعة ما توفى انا نسيت اقول اللي دخلوا يعني انه فيه طاقم فتغسل وتكفن وتدفن بالطاقم ده هل فيه حرمانية او فيه اي حاجة غلط او اي حاجة عاملها حاضر هو ناس الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمة واسعة وان يطيب ثراه وان يجعل الجنة مأواه وان يرحم الله جميع موتانا وموت المسلمين اجمعين وانا سأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتك يا ام هبة على الحق الثابت وان يكتب لك الصبر والثبات لكن بالنسبة لهذا لا حرج في هذه المسألة يعني لا حرج في ترك التقم الاسنان الموجود في الفم لا حرج في ذلك مادمت قد نسيتي ومدام المغسل لم يتمكن من رفعه او خلعه من جسدي ان الاصطف المغسلي ان يفتح فمه ويحاول ان يدخل اصابعه حتى ينظف له اسنانه وينظف له فمه وهكذا فلو لو فعل ذلك لما الحد بيعمل ده باتقان فبيتأكد ان اذا كان التقم ده طقم ممكن تشاله ولا لا وساعات ممكن يكون هو ملبوس كويس او مضغوط عليه جامد فخلاص مش هيتشال فلا حرج في ذلك ولا شيء عليك في هذا نعم